أدخلت الجامعة منظومة الخلايا الشمسية لتوليد الطاقة الكهربائية بعدما أكملت متطلبات إعداد وبناء وتصميم هذه المنظومة من أجل تزويد الطاقة الكهربائية للجامعة جميع الوفود التي زارت الجامعة أبدت إعجابها الشديد بجودة الخدمات الموجودة والمقدمة من شعبة الاتصالات هذا اندل إنما يدل على نوعية وكفاءة ومقدرة الأخوة العاملين في شعبة الاتصالات في العتبة العباسية المقدسة العتبة العباسية دائما تبحث عن أي شيء جديد دائما سمحت السيد الله يحفظه يقول ابدأوا من حيث انتهى الآخرون فنحن كجامعة هذه يجب انه تكون من أفضل الجامعات بالعراق نحن كشعبة الاتصالات رح ندعمها تكنولوجيا ودعمها تكنولوجيا بشكل كبير باشرة شعبة الاتصالات بتصميم منظومات تعمل الطاقة الشمسية فوق بناية الحاسبات بسعة كبيرة تقرب ما يقارب حوالي 50 كيلو واط بالإضافة لهذا نحن رح نصب 40 منظومة إضاءة للأعمدة لدائر مدائر الجامعة والممرات الشوارع الداخية للجامعة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر